27 ألف شهادة بيعت بصورة غير قانونية لمواطنين عراقيين وعدد من السياسيين المسؤولين وأبنائهم عن طريق شركات عراقية لتسهيل إجراءات الدراسة خارج العراق هذا ما نشرت صحيفة لبنانية تحت عنوان فضيحة الشهادات المبيوعة للعراقيين ليصل سعر شهادة الدكتوراه إلى أكثر من 10 ألف دولار أميركي حقيقة حملت الشهادات المزورة لسيومة في العراق والتي كشبت عنها أحد الصحف اللبنانية يقدر بها 27 ألف شهادة مزورة إذا ما علمنا منها بأنها أغلبها شهادة الدكتوراه هذه حقيقة المصيبة ولكن المصيبة الأعظم عندما يكون المسؤول العراقي حاملا لشهادة المزورة لذلك اليوم على الوزارة التعليمي العالي والبحث العلمي أن تدقق بهذه الشهادات وإن استطاعت أن تجري لهم امتحان بسيط أنا أتكلم مع أغلب النساء المسؤولين هم لا يجهدون حتى أبجديات اللغة الإنجليزية ولا حتى الثقافة العامة كيف حصل على شهادة الدكتوراه تأثيرها ليس فقط على الإدارة السياسية للبلاد إنما على المستوى العلمي العام فمن يحصل على شهادة عليا لابد من تبوؤه لمنصب الرفيع بالتالي ستحدث فجوة كبيرة بين المنصبي والمستوى العلمي المتدني لأصحاب هذه الشهادات من حيث المبدأ طبعا هذا هو في خلافات ربما قد تكون هذه الخلافات سياسية أو مبدئية أو اجتماعية وبالتالي تأثر على البنية العلمية للدولة العراقية والمؤسسات التربوية والتعليمية وبالتالي يجب أن يكون هناك معيار في عملية كسب الشهادات التي ربما هي شهادات الدراسات العليا من جامعات ربما قد تكون هذه الجامعات رصينة أو غير رصينة لم تكتفي الحكومة العراقية بالنظر إنما تم تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة الوسيط والمتورط بهذه القضية ومعرفة أصحاب تلك الشهادة التي نالوها من دون بذل أي جهد سوى شراء الشهادات بأموال طائلة من بغداد محمد فراس قناة تغيير